السلام عليكم ازاي وكم انبارح كلمت حضرتك على مقالة نازلة في كاريتك جاردون البريطانية على ان الادارة الامريكية عاوز تجيب هاتريك في منطقة شكل أوسن يعني هاتريك يعني العيب كورة بيجيب 3 جوان في نفس الماتش اللي مفهوم كده من مقالة ان امريكا عاوز تسجل 3 جوان بسرعة ايه هما 3 جوان؟ اول جول ان امريكا تهدي اللعب مع ايران ويصبح التواطر مع الجانب الايراني منخفض للغاية تاني جول ان امريكا تعمل التطبيع السعودي السهيوني بشكل كبير ما يعني ان امريكا في نفس الوقت هتحصل على حل الدولتين دي ان السعودية لها شرط واحد بس ان الفلسطينيين يحصلوا على حقوق مقابل التطبيع السعودي السهيوني والاسرائيل دلوقتي منفتح على الحل ده فالحقيقة انا اكشفت حركة الهاتريك ده وان الادارة الامريكية عاوز تعمله قبل يوم 5 نوفمبر 20-24 او قبل الانتخابات الرئاسية الامريكية والحقيقة ان الهاتريك ده فيه ناس كتيرة اتفقت معاه فيه ناس كتيرة ما اتفقتش معاه اللي قالك الرئيس الامريكي مش هيعرف يعمل كده وحتى كاتب مقاره نفسه قال ان الرئيس الامريكي لا يملك الوقت ولا النفوذ ان هو يعمل الصفقة دي بس المفاجأة هنا وهي مفاجأة من العرض الثقيل ان الادارة الامريكية ما استسلمتش جو بايدن حلطقي لولي العادة السعودي في كمة الجي توينتي اللي حتققت في دلهي ولكشف الموضوع ده اكسيوس يرتب لقاء للقاء ولاي العادة السعودي وليه دلوقتي عاوز يتكلمه هل عشان الهاتريك بس ولا فيه سر جديد وفيه تحرك جديد من السعودية قالت جدا الامريكان وشايف ان هما يجب ان هما ياخدوا عدة قرارات عشان يحاولوا يمنعوا ولاي العادة السعودي قبل ما يرتكب كارسة بالنسبة لهم عشان اعرف الكارسة حاول لك عشان يقول لك لازم حكي لك القصة من الاول حاليا تقول السعودية انها تريد انشاء عدد من المفاعلات نوية لانتاج الطاقة تكون جاهزة بحلول العام 2030 ضمن الرؤية التي وضعها ولي العادة هذه الجملة تختصر كل خيبة باريس من موقف امريكي لا تفهمه قبل ما اكشف الموضوع قبل ما اكشف لك التفاصيل خليني اقول لك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو الحقيقة انا مش معايا راعي انا معايا اختراع جامد جدا دلوقتي فيه ناس كتيرة بتحب تفتح شركات في دبي بس بتبقاش عارفة فانهي طريق يوصلها لكده يعني ازاي هتروح والمين هتروح عشان تفتح شركة في دبي خاصة ان دبي هي من اولى وجهات الاستثمار في العالم حاليا ففيه شركة اسمها ابشر ابشر هي اكتر شركة واكتر شركة ممكن تعتمد عليها في انشاء الشركات في دبي هتساعدك تعمل كده وتأسس شركتك بشكل قانوني وهيكلي بكل سهولة يعني الشركة بتحطك عالطريق الصح بس المحتاج بقى تروح وتسأل مش محتاج ان انت هتلفه والدور والعكس هتروح للشركة اسمها ابشر هيحطوك على الطريق الصحيح وبكل سهولة او اعطيك ان اكتر حاجة بتميز الشركة دي السرعة الجديد بقى عند ابشر ان هم مش بيساعدوك فقط ان انت تأسس الشركة في الامارات في السعودية كمان ده الحاجة الجديدة والخدمة الجديدة اللي بتقدمها لك ابشر مش بس كده وخلي بالك لفترة محدودة جدا ابشر بتقدملك استشارات مجانية تقدر تعرف من خلالها كل المعلومات اللي محتاجها قبل ما تأسس الشركة بتاعتك عشان ابشر تكون موجودة معاك خطوة بخطوة هسيب لحضراتك الرابط تاهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاهم نخش في الموضوع لطول؟ نخش في الموضوع لطول ايه الجديد اللي معنا النهاردة ممكن يكون مختلف في النسبة لحضرتك واول مرة هتسمعوا فيما يخص العلاقات السعودية الامريكية حقيقة كشفت صحيفة اكسيس الامريكي على ان المسؤولين الامريكان بيرتبوا مع المسؤولين السعوديين على ان قمة الجي توينتي اللي هتاقت في الهند في سبتمبر القادم يلتقي فيها جو بايدن بولي العادة السعودي طيب اللقاء ده بيتم الترتيب له من امتى؟ من زيارة جيك سوليفن مستشار الامن القومي الامريكي للسعودية اللي حصلت في يوليو ماضي حسن لما جيزار السعودية فتح الكلام مع ولي العادة السعودي صحيح هو كان بيتكلم على مؤتمر السلام بتاع اوكرانيا اللي ما اصفرش عن اي حاجة تقريبا والكلام ده كله بس الجلسة السرية كان ان جيك سوليفن بيقوله ولي العادة السعودي احنا عاوزين الرئيس جو بايدن يلتقي بيك ليه موضوع ده حارج جدا بالنسبة للإدارة الأمريكية لان اخر اللقاء جمع بين جو بايدن وبين ولي العادة السعودي كان فيه ضيحة الفيست تومب او اللقاء بقبضة اليد والحقيقة دي كانت فضيحة يعني وصف متعار بيتم وصف بيها الرئيس الأمريكي لحد النهاردة فكون ان جو بايدن هلتقي بولاية العادة السعودي عاوزين يتجنوي بقى الكلام ده كله ولازم يضمنوا ان حيكون فيه ترقيب بشكل مختلف لازم يضمنوا ان حيكون فيه ابتسام على وليك الولاية العهد مثلا يعني او ان الراجل يكون مرحب بيه بشكل اكثر ودية وفي نفس الوقت ان جو بايدن برضو هيكون بيرحب بولاية العادة السعودي بشكل اكثر ودية طيب ليه دلوقتي امريكا بتفكر في اللقاء ده ليه حاوزين يعملوه الشهر الجاي على طول ليه ما يأجرهوش مثلا حد ديسمبر اا نوفمبر قالك لتلات اسباب ايه هما التلات اسباب اول سبب ان دي هتبقى اول لقاء بين رئيس الامريكي وولاية العادة السعودي بعد زيارة وزير الخارجية الايراني اا ولقاءه بولاية العادة السعودي تسعين دقيقة وينقشو ملافات مهمة جدا فجو بايدن هيتطقي بولاية العادة السعودي واكيد اكيد هيفتحوا موضوع ايران هيتكلموا بقى في ايران والتواجد الامريكي وان امريكا بيرح افراغت حمولة سوس ريتجان اللي هي حواية النفط الايرانية والحلس السور الاراني بيتقعد القوات الامريكية والشركات الامريكية في منطقة الخليج الخليج ممكن يشتعل فالامريكان هيلتقوا بولاية العادة السعودي او اللقاء ده حيكون مع ولاية العادة السعودي بعد لقاء وزير الخارجية الايراني مش بس لقاء وزير الخارجية الايراني بولية العادة السعودي لأ انت عندك النهاردة كمان وزير الخارجية الصيني طلع على واثنى على علاقات الصينية بين ايران والسعودية وقال العلاقات بتتطور لان احنا دلوقتي لقينا وزير الخارجية الايراني موجود في السعودية وده اللقاء ما حصلش من سبع سنين ان زار وزير خارجية ايراني للسعودية دي حاجة محصلتش من سبع سنين فدي حاجة كويسة لدي حلو إيه بقى السبب التاني اللي مخلي الإدارة أمريكية عاوس تلطقي وليل عاد سعودي السبب التاني إن انت عندك إسرائيل أصبحت أكثر ليونة في تقبل الشروط السعودية إزاي ظهر كده إن زيارة وزيري الخارجية الإيراني للسعودية خلت فيها حاجة كتير قوي إسرائيل ممكن تتقبلها من جانب السعودي من ضمنها إيه؟ من ضمنها برنامج نووي السعودي يعني خلي بالك السعودية قالت لو عاوزيني أطبع مع جانب السهيوني لأي 3 طلبات برنامج نووي سلمي خاصة بتكنولوجيا أمريكية تاني حاجة تطبيق الباب الخامس اللي في الناتو ده يتطبق على السعودية يعني السعودية تبقى لها التفايد دفاع مشترك بينها وبين أمريكا زي اللي بين عضاء الناتو ثالث حاجة إن الفلسطينيين يحصلوا على بعض الحقوق الحضور الكرام إن القضية الفلسطينية كانت ولازالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية وتأتي على رأس أولويات السياسات المملكة الخارجية ولم تتوان مملكة وتتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع أراضيه واستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أراضي الفلسطينية بحدود عام 67 وعاصمتها القدسة الشرقية وإن السعودية تحصل على كافة أنواع التسليح نفس مستوى التسليح اللي بنزل إسرائيل ينزل في السعودية كشفت لحضرتك إن إسرائيل رفض رفض تام موضوع برنامج نووي سعودي ده ورفض رفض تام إن السعودية تحصل على الأسلحة ليه؟ بتقولك ما ينفعش تلاتة مع بعض يعني أنت عاوز اتفايد دفاع مشترك مع أمريكا طب أنت عاوز أسلحة جديدة ليه؟ ما هي أمريكا خلاص هتلتزم بالدفاع المشترك عنك وهتيجي بقى حدث الأسلحة ما هي أمريكا مش هتحارب أسلحة قديمة هتنزل بالتسليح كل فأنت عاوز أسلحة جديدة ليه؟ تاني حاجة برضو اتفايد دفاع مشترك أنت عاوز برنامج نووي ليه؟ ناس إلا إن طلع التصريحات رسمية من الحكومة السعوينية إن إسرائيل ما عنداش مشكلة خالص في برنامج نووي السعودي ده خالص يمكن جدا أنه في حال اتفاق سلام بين إسرائيل والسعودية وإذا ما ثبت أن البرنامج النووي السعودي سيكون مدني والإغراض سلمية فيمكن لإسرائيل أن تتعايش مع خطة السعودية لإغراض مدنية أجماعة ده إلي كوهين اللي هو وزير الخارجية السهيوني لابس كان كاتب مقالة في والسريت جونل بيقول للسعودية بلاش تاخدوا برنامج نووي دلوقتي لإن أنتوا هتحصلوا على اتفاقات فعال مشترك وخدوا التجربة كوريا الجنوبية مثل يعني كوريا الجنوبية على حدودها كوريا الشمالية نووية وكوريا الجنوبية ما بتطورش برنامج نووي ولا حاجة بيقولوا كده يعني دلوقتي إسرائيل بتقول لك خدوا النووي عام خدوا الأسلحة بس دون التطبيع أي حاجة فدلوقتي الصهاينة أكثر ليونة إن هم يعملوا الموضوع ده ماشي هتيجي تقول لي مفيش أي تحرقات دلوقتي فيما يخص التطبيع أكسيوس كشف إن لأ في تحرقات إيه هي؟ قال لك إن جيك سولوفين قوم ما رجع من زيارته للسعودية قعد في أمريكا لحد ما جاله رون ديرمر رون ديرمر ده وزير العلاقات الخارجية في حكومة نتانياه ظهر واشنطن والتقى بمسؤولين أمريكان التقى بجيك سولوفين والتقى بعموس هوشستاين وبريت مكورج دول الاتنين دول مسؤولين دول دول مسؤولين أو مستشارين بيت لابيض لشؤون الشرق الأوسط ودول المسكين ملف السعودية وطبعها مع اسرائيل داخل بيت لابيض دول على طول بيعودوا مع المسؤولين السعوديين ويحاولوا يكنعهم بالتطبيع ويعودوا مع المسؤولين سهاينة يحاولوا إن ألولهم شروط السعودية فهم دول المسكين الملف بتاع السعودية داخل بيت لابيض فرون ديرمر التقى بيهم والتقى كمان بانتوني بلينك ففي تحركات قبل لقاء جو بايدن بولي العادة السعودي تحركات داخل البيت الابيض ان هيتم مناقشة التطبيع السعودي السهيوني تالت سبب ايه هو حقيقة تالت سبب مفاجأة من العيار الثقيل اني خلي بقى لك السعودية قللت استحوازها على سندات الخزانة الامريكية يعني سعودية ما بقيتش تشتري سندات الخزانة الامريكية زي الاول خالص والمشكلة دلوقتي ان مش سعودية لوحدها اللي بتقلل من الاستحواز على سندات الخزانة لأ والمشكلة ان الصين عندها مشكلة اقتصادية والصين الاقتصاد الصيني المؤشرات اللي طالع عنده سيئة جدا فالصين هي كمان ما بتشتريش بالتبعية سندات خزانة فامريكا لما تصدر سندات خزانة عشان تجيب فلوس من براء او تحاول تستدين من الخارج فيش حد بشتري سندات الخزانة زي الاول واكبر اتنين لعيبة بيشتروا سندات الخزانة بقوش يشتروها فدي مشكلة بالنسبة لأقتصاد الامريكي فده برضو حتكلم فيه جو بايدن مع وليل عدس سندات الخزانة الامريكية ما هو الحجيقة امر مفاجئ احنا في عام 2018 كانت السعودية بتستثمر في ادنات الخزانة الامريكية بحوالي 166 مليار اليوم احنا بنتكلم على حوالي 108 مليار متكلم على اكثر من 45% انتفاض المفاجئة من الهار الثقيل او الكارسى يعني ليه جو بايدن هيقعد مع وليل عاد سعودي بمنطقة السرعة لسبب قالته بيزنس انسايدر خلي بالك التصريحات اللي طالعا من بيزنس انسايدر في منطقة خطورة بتقولك ايه بتقولك ان وليل عاد سعودي بيخطط ان هو يعقد صفقة سلاح ضخمة جدا مع مين؟ مع الصين؟ لأ مع فرنسا مع امانوال مكرام وليل عاد سعودي عاوز يشتري 100 لمتين تيارة رفعة طيب هي السعودية معندها 10 رفع لأ السعودية عندها تايفون يوروفايتر ودي اه طيارة شارك في بنائها كزا دولة منهم المانيا منهم انجلترا منهم ايطاليا هزو فرنسا كانت في الموضوع وتزحب لما السعودية شايفت ان الدول دول خاصة المانيا مش هتبعت اسلحة للجانب السعودي ومنها التايفون يوروفايتر دلوقتي السعودية عاوزة تجدد الاسطول بتاعها والسعودية عندها حلم انها تبني اكبر اسطول للطايرات المقاتلة في الشرق الوسط مش طايرات فقط ومصايرات كمان يعني خلي بالك السعودية بتتكلم مع تركيا لانشاء مصنع لصناعة البايراكتار او البايراكتار لها مصايرات تركيا في السعودية وعاوزين يعملوا اسطول من الطايرات المقاتلة هو الاكبر في تلك السعودية تقريبا فالسعودية المانيا رفضت انها تديها الطايرات يوروفايتر طيب السعودية تمتلك كم مقاتلة من تراز تايفون يوروفايتر السعودية تمتلك 72 مقاتلة تايفون يورو 5 السعودية عاوزة تخليهم 100 أو 150 هس المانيا قالت لك لأ مش هنبعت مقاتلات تاني قفشت على السعودية هس فالسعودية عشان كده راحت للرفال طيب ليه ما تروحش للأسلحة الأمريكية صحيفة بيزنس انسايدر قالت لك إن في أكتوبر الماضي السعودية رأت وسمعت أن تي نواب أمريكان بعد قرار أوبك بلس بخفض الانتاج 2 مليون في أكتوبر الماضي قدموا مشروع قرار بوقف تصدير الأسلحة للجانب السعودي فحتى لو السعودية راحت لأمريكا لشراء الأف 15 اللي هي الأحدث هتلاقي معارضة من بيت لبيان وحتلاقي معارضة من كونجرس وحتشوف إن أي سلاح السعودية دلوقتي هتقضنيه من أمريكا هيبقى معرض للتقلبات السياسية في أمريكا لأن أمريكا دخل على الانتخابات فممكن تحصل مع السعودية زي ما حصل في الإمارات أمريكا توعد الإمارات بطائرات أف 35 تيجي الإدارة أمريكا تتغير يقول لك مفيش أف 35 وحتى نواب الكونجرس يتغيره يقول لك لا مفيش أف 35 فالسعودية بتقول لك أنا مش حجري صفقات أعليسه يعني أنا مش حشتري الهواء لأ أنا خلينا روح مع حد ممكن يديني الأسلحة ويضمن إنها تصلني بدون أي شروط سياسية من فرنسا إمانوال ماكرو فبليه إمانوال ماكرو؟ حيبه متحمس جداً إن هو يرسل أي طلب أو أي طلبية من الأسلحة السعودية تطلبها لأكتر من سبب أول سبب إن فرنسا عاوزة ترد الألم اللي خدته عند تحالف الإيكواس يعني إيه؟ يعني فرنسا كتحبيها جواصات لأستراليا هلسل؟ الغواصات دي مكتش نووية راحت أمليكا وإنجلترا راحوا لأستراليا قالوا لها لأ دي إحنا هنعمل تحالف وحنديك إحنا غواصات نووية تيجي لك لحد عنك ماشي؟ وسيبكم فرنسا ففرنسا انطرت في تحالف الإيكواس الخداع كان متعمداً ولأن الأمر أكثر من مجرد توفير غواصات إذ كان اتفاقاً مشتركاً بشأن السيادة وشمل نقل بيانات سرية للغاية فأن الطريقة التي تم التعامل بها كانت تعنطاً في الظهر تاني حاجة أمليكا غادرت بفرنسا في النيجر يعني فرنسا دلوقتي الكواتف برنسية قدامها عدة أيام ويجب أنها تغادر الكواعد بتاعتها في النيجر وإلا الجيش النيجر سيأخذ شيء يضرب فيه الأمريكيون يخشون أن تتجاوزهم ميليشيات فاغنر لذلك يتحدثون عن الدبلوماسية ولكن يجب أن يصاحب الدبلوماسية التهديد بالتدخل العسكري كي تكون فاعلة وتعيد النظام الدستوري أمريكا برغم التحذيرات دي كلها عينت سفيرة جديدة في المايد ما وقفتش مع فرنسا فرنسا متحمسة جدا إنها ترد الصعص عينت في صفقات تجارية للجانب الأمريكي فهي هتبقى متحمسة للموضع دا وبعيدة عن الكلام دا كله فرنسا عندها مشاكل اقتصادية ضخمة جدا فعلى استعداد إنها بيئة أي حاجة يعني شوفت دي أي حاجة باشا إحنا معاك إنت عاوز إيه؟ فيقال أو دا اللي بتقوله بزنس انسايدر إن فرنسا عقدت أكتر من صفقة تسليح مع الجانب السعودي بدون شروط مسبقة زي إيه مثلا زي سوريخ كروز اللي سوريخ سكالب فرنسا عقدت صفقة كبيرة مع الجانب السعودي مضرعات فرنسا هترسل برضو مضرعات للجانب السعودي طب ليه في قلق من السعودية تجاه الأسلحة الفرنسية وليه ما راجعت لهاش من الأول يعني ليه على طول السعودية تلجأ لبريطانيا وتلجأ لأمريكا لسبب بسيط يقولك لأن الأسلحة الفرنسية مش مجربة قوي زي الأسلحة الأمريكية وبريطانية في الحروب والدليل على كده النموذج بتاع الـ AR-10MX لها المضرعة الفرنسية اللي فرنسا أرسلتها لأوكرانيا وأوكرانيا لقيتها بتشتغلتش كويس وضعيفة جدا في الحرب فدلوقتي خدوها أنها تبقى ناقلة جنود بس برغم أنها ممكن تستخدم أنها تبقى مضرعة هجومية أوكرانيا لقيت لك لأ ده عدد القتلى اللي فيها كتير والدروع بتاعتها رفيع جدا ويسهل اختراقها ومش عاوزين نستخدمها في الصفوف الأمامية رجعوها للصفوف الخلفية فالمثل ده يقول لك أن السعودية مش عاوز تحتمد عن موضوع ده بس لازم تعرف أن بالذات في موضوع الرفعال وسواريخ الكروز السعودية على يقين أن المقاتلة دي والسواريخ دي جيدين للغاية بدليل أن مصر عندها وبدليل أن قطر عندها رفعال ليه أمريكا شايف أن الصفقة دي خطر عليها لكذا سبب أولا خلي بالك أن ده حيبقى أول اقتناء سعودي لأسلحة فرنسية في سلحة ضخمة خارج الحلف الأمريكي البريطاني وأمريكا مش عاوز تخسر النفوس ده تاني حاجة أمريكا شايف خطرها تانية أمريكا شايف أن دي آخر محاولة من الجانب السعودي لشراء مقاتلات غربية لو فرنسا مثلا رفضت أنها ترسل المقاتلات دي السعودية تاني هو هتروح تشتري طائرات صينية وواضح جدا زي ما تكتب في المقرة اللي جبتها لحضرتك في برضو جريدة تاليجراف إن الكاتب بيقول يا جماعة السعودية لو أنتم شايفينها شريحة جدا فبلاش تتخيلوا العكس يعني بلاش تتخيلوا إنها مش معانا هي ضدنا تملي تخيل الحليف الشرح في شراء الأسلحة والمعدات واللعابة الكورة والكلام ده كله حتى كويس جدا حتى لو أنت عندك مشاكل معاه في حقوق الإنسان وعندك مشاكل معاه في شروط بتاعتك للعلاقات معاه حط في بماجك إن الحليف ده اللي هو السعودية عنده خيار تاني إن هو يروح لمعسكر التاني اللي هو روسيا والصين نصر فسعودية ممكن تعمل كده ليه؟ لأن المشروع السعودي واضح أنا عاوز أكبر أسطول فهيتعامل يا أما من الغرب هيتعامل بأسطول صيني ما عنديش مشكلة خالص بس كده كده هيتعامل أسطول المقاتلات الأكبر في منطقة شكل أقصد جو بايدل هي محاولة أخيرة من الإدارة أمريكية إنها تكتب السعودية وإنها تحاول تجيب هاترك ومش هاترك بس سوبر هاترك إنها تخلي الصفقة دي ما تتعملش مع إمانوال ماكران وتبقى الإدارة أمريكية ضربت فرنسا لتاني مرة بعد تحالف الإيكواس وغفلتها في صفقة جديدة تقدر بمئتين طيار السعودية عزاها من فرنسا أمريكا تخشوا عليها القارف 15 تحاول إياه هنشوف الدنيا تمشي زي إلا أبا أكون شرحت الحراكة الموضع بشكل مبسط ويا رب نصر مصر رب نصر العرب تحية مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة